اشتركوا في القناة ومعها اتصالا لذكرى التحرير وذكرى الاستقلال نعم حياك الأستاذ سامي معنا في البداية نبتديها في رؤية سموه الوعدة بإطلاق مصطلح عالمي جديد وهو التعاون والسلم الدوليين قائم هذا المفهوم على الدبلوماسية الإنسانية التي اختصت فيها الكويت لسنوات طويلة في تقديم المساعدات شون تشوف مساعي حضرة صاحب السمو في هذا المجال اقتدانة انا اتصور انه نظرة تاريخية نجد ان الدبلوماسية الكويتية كانت لها امرين اختصت بهم بالمعترك الدولي اولا قضية الصدق بالخطاب قلة من الدول اللي خطابها بالعلن هو نفس الخطاب بالخفاء الكويت تحت رعاية صاحب السمو عندما كان عميد الدبلوماسية كان الجميع يعلم بان الخطاب الكويتي واحد الكويت لا تقول شيء وتعمل شيء اخر بعكس من يرى ان السياسة هي دائما بهذا الشكل تقول شيء وتعمل شيء اخر كذلك يمكن الاضافة كما ذكرتي قضية الدبلوماسية الإنسانية هذا مصطلح كويتي هم جديد يعني علاقات الدول تمر باشكال عدة والقوى حتى او تبادل القوى بين الدول يمر باشكال عدة هناك القوى الصلبة علاقة الدول تقوم على الحروب والمنطقة ما شاء الله امتلأت بالحروب كما نرى فيه الدبلوماسية الناعمة اللي فقط انه والله تتواصل الدول عبر وزراء الخارجية وعبر العمل الدبلوماسي فيه الدبلوماسية الذكية مصطلح ضافتها هيلاري كلينتون اللي هو نوع من الدبلوماسية الناعمة تضيف لها اوجه اخرى مثل الحصار ومثل اسلحة الجو وقيرها نوفلايزون يعني تضيف للدبلوماسية الناعمة نوع من القوة اعتقد الشيء اللي اخترع بالمعترك الدولي واخترعتها الكويت اللي هو الدبلوماسية الإنسانية وهذه لها امتداد طويل يعني مع صاحب السمو منذ الخمسينات منذ البدايات خلقت قضية منظمة الجنوب ودول الخليج بدأت المساعدات الإنسانية لدول الخليج اللي عمرهم ما نسوها وهذا امر مثل ما يحسب للكويت يحسب حتى للاخوة اللي عمرهم ما نسوها هذا كذلك الجنوب العربي اللي هو اليمن بدأت منذ ذلك الوقت هذا النوع من الدبلوماسية الإنسانية ولها اوجه عدة يعني لها طرق عديدة يعني اليوم تدخل الكويت أو تدخل صاحب السمو في الخلافات اللي تنشأ بين الدول هذا نوع من خلق رابط إنساني بين الدول يوقف بعض ما نراه من مآسي وغيرها فالدبلوماسية الكويتية لها باع طويل استفادت صاحب السمو واستفادت الكويت كذلك من هذه الخبرة الطويلة في المعترك الدولي عندما بدأت تطبيقها بالداخل الكويتي نعم سيد سامي أيضا المراقب والمتابع للشأن الإنساني يرى الكويت في عهد سموة اتجه العمل الخيري إلى قفزة كبيرة وقفزة نوعية خصوصا في عهد سموة نتحدث عن هذا الأمر تحديدا وهذه القفزة ماذا تعني للكويت وماذا تعني للطرف الآخر وللمراقب والمتابع في العمل الإنساني الخيري خلينا نبدأ أخي راشد بحقيقة أن صاحب السمو هو يعكس أمر متجدر بالشعب الكويتي الشعب الكويتي شعب جبل على أعمال الخير بل الكويتي يمكن من الدول اللي حتى عندما كانت متقعة الفقر ما شاهدنا إنسان يبات بالشارع ولا سمعنا أن إنسان توفى من الجوع وبالتالي الشعب الكويتي جبل على هذه الأمور وحتى عندما حدثت السنة اللي يسمونها سنة الهيلق أو غيرها اللي حدثت بها مجاعات ضخمة قام رجال الكويت مثل أبناء معرفي وأبناء الصبيح فتحوا المخازن وهذا الأمر شاهدنا حتى بالقزو مع أبناء الوزان وغيرها وبالتالي صاحب السمو يعكس ضمن سياسته هذه القضية الآن دفع هذا الأمر إلى آفاق جديدة بالقمم الإنسانية اللي تمت عندنا ثلاث قمم مثل ما ذكر الزميل الأخ بمهند اللي عقدت بالكويت في شهر مايو كذلك عقدت القمة قمة الأول قمة إنسانية بإسطنبول ألقى خطاب فيها صاحب السمو ولربما وجه الأمور إلى زاويتها الصحيحة أنه لا يكفي أنه فقط ندعم إنسانيا اللاجئين قبلها يجب أن نساهم بحل المشكلة ولربما هذا الفارق بين سياسة الكويت وبين سياسات نسمع بها هذه الأيام من بعض الدول الكبرى اللي تقول والله لنوفر الملاجئ لمثلا اللاجئين السوريين ونفرض على دول خليج دعمهم وتمويلهم هذا يعني أمو جرب نعم هذا لأن أنت فقط قاعد تعالج أعراض المرض لا تعالج المرض هذا جرب بالقضية الفلسطينية قبل ستين عام ذهبوا للملاجئ على بنا يوم ويومين وقعدوا إلى الآن وبالتالي هذا مو حل الحل كما ذكر سموه بشهر مايو في قمة إسطنبول أولا خلونا نبحث عن حل هذه المشاكل أثناء هذا البحث وأثناء الذهاب لحل القضايا هذه عبر التوسط وغيره نقوم برعاية اللاجئين إنما مو حل دائم قضية أن نبقيهم بالملاجئ لا دراسة لا صحة لا تنمية يعني دول مدمرة وبالتالي أنا أتصور أنه هذه الفلسفة اللي على المجتمع الدولي كذلك أن يأخذ بها حل المشاكل أو في طريق أن تتساهم بحل المشاكل وفي طريق ترعى القضايا التوسطية إذن هذه الغفزة هي الغفزة الخيرية في دولة الكويت تماما هي منطقية ومبررة تماما نؤكد عليها تماما تماما يعني هذا مثل ما ذكرنا هي جزء من التراث الإنساني الكويتي الآن زاد إلى أفاق جديدة وصلت إلى أن المجتمع الدولي ممثل بالأمين العام السابق أرسل الرسائل وأطلق قضية أمير الإنسانية وأن الكويت بلد العمل الإنساني أعتقد هذه تأخذنا إلى أفاق جديدة تعطينا كذلك نوع من العلاقة المميزة مع الدول الأخرى حتى الدول الأخرى ستتردد حتى بالإيذاء أو تتردد بإساءة العلاقة مع دولة تعتبر دولة ممثلة للعمل الإنساني بالعكس هذه المدعاه لأن الدول الأخرى تبقى صديقة معاك طبعاً بالمقابل ضمن فلسفة صاحب السمو أن لا نسي للدول الأخرى دائماً ما يكرر لنا أن ننتقد بعضنا البعض بالداخل الكويتي إنما لماذا تذهب إلى تعرض لقيادات أو إلى دول أخرى بالتالي أنا أعتقد الفكرة كلها قائمة على استقرار السلم الاجتماعي داخل الكويت وأن تكون الكويت عامل استقرار في المنطقة وحتى في العالم نعم استاذي أيضاً هذا يبنى على موضوع أن سموه يعتبر رجل المهام الصعبة شكل لها أدوار جداً ناجحة بالوساطة بين عدد من الدول المتنازعة إلى أن أصبحت هذه الوساطة من أهم الخصائص التي اتميز فيها سياسة الكويت الخارجية كلمنا عن هذا الموضوع يعني اليوم أحد الصحف وضعت منشيط بناء على الوساطة التي هي الآن قائمة بين الكويت الكويت تقوم بها بين إيران ودول مجلس التعاون اليوم المنشيط لحد الصحف أن المرشد والقيادة الإيرانية دفعت الحكومة الإيرانية للتجاوب بشكل إيجابي مع الوساطة الكويتية الوساطة الكويتية كذلك قائمة بين المملكة العربية السعودية ومصر ولربما هذا يرجع بنا إلى الستينيات عندما تقلت سموه وزارة الخارجية كان له دور آنذاك في محاولة الصلح بين مصر الناصرية والمملكة العربية السعودية ضمن الخلاف البارد والساخن باليمن استضافة الكويت اليمنيين الجمهوريين والملكيين ثم اليمنيين الشماليين والجنوبيين بالاثنين وسبعين وكذلك الخلاف العماني اليمني الجنوبي بالثمانين والحرب الأهلية اللبنانية كان هناك تدخلات دائمة للكويت ولصاحب السمو عندما كان وزير الخارجية مهدت لمؤتمر الطائف والسلام الذي حل بلبنان وظلت هذه الرسالة الكويتية وهذه القضية الكويتية يقوم بها صاحب السمو حتى أبان الحرب العراقية الإيرانية أبان الحرب ما بين الهند وباكستان كان دائما للكويت ولسموه زيارات مكوكية يحاول من خلالها أن يوقف هذه الحروب دائما في فكر سموه قضية أن الحروب لا ينتج عنها إلا دمار أنت يمكن لك أن تؤمر البلدان بعشرات السنوات وحرب في يوم ويومين تقضي على كل المنجزات التي حققتها وبالتالي هذه القضية وهذا الفكر وهذه التوجهات السامية كذلك لسموه مصداقية ولسموه كذلك نوع أو هناك الكثير من الاحترام عند هذه الدول وبالتالي هذا الأمر يمحد ويسهل له قضية التوسط لأن مثل ما ذكرنا هذه نابعة من فلسفة السياسة الخارجية الصادقة لما يكون عندك خطابين وبالتالي تحترمك الدول لأن تعرف ما تسمعه هو الواقع هو الحقيقة جميل وهذا ماذا يعكس للدول الأخرى النظرة إلى دولة الكويت وقاء الدولة الكويت مكانتنا الدولية لدى هذه الدول التي تستقبلنا بحفاوة وتأخذ مننا هذه الرسال وتقبل بهذه المصالحات وهذه المبادرات يعني الدول كيف تنظر لنا بعد يعني ما تحصل المصالحة والمبادرة وغيرها كيف تنظر لنا هذه الدول سواء اللي لها شأن بالمصالحة واللي ما لها شأن بهذه المصالحة الحقيقة هذا سؤال هام يمكن هذه المصداقية وهذا العمل المستمر لتحقيق السلم العالمي اللي ما أنشئت الأمم المتحدة إلا لأجلها أعطانا أبعاد كثيرة وهناك تجربتين تجربة عندما ضربت الناقلات الكويتية تسابق الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على رفع الأعلام كانوا منقسمين في كل أمور الدنيا إلا بالقضية الكويتية هذا الأمر تعزز كذلك مرة أخرى عام تسعين عندما حدث القزو وبدأت الأمم المتحدة تناقش قضية إرسال القوات وجدنا أن روسيا اللي هي الخليفة للاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين وغيرهم الجميع يتفق على قضية الكويت بينما اعتادوا الخلاف ولو كان هناك خلاف بينهم واستعمل الفيتو لربما لضاعة الكويت لأنه معناته ما رح يكون فيه إجماع عالمي لنصرة الكويت من ثم هذه السياسة المعتدلة السياسة الصادقة أعتقد أنه انعكست بأشكال عديدة كما ذكرنا النفط ترى ما كانت قضية سهلة نحن بلد تسعين بالمية من إنتاجنا أو معيشتنا قائمة على أن ننتج نقطون بيئة إذا ضربت الناقلات اختلقت أنت فتطوع الاتحاد السوفيتي بدءا ثم الولايات المتحدة على رفع الأعلام هذه كانت أشبه بقبلة حياة للكويت وبعد ذلك حمت امتدت للدول الخليجية الأخرى الحال كذلك النظام العالمي الجديد الذي خرج من عام تسعين أحداث عام تسعين وأن بدأت القوى الكبرى تتفق بدلا من المناكفة وأن دولة تكون معاك ودولة تكون ضدك بالتالي هذا الأمر لا يحل الإشكالات لربما الإشكالات القائمة الآن بالمنطقة قريبة عدم حلها قريب من هذا المنطق أنه فيه هناك مع وهناك ضد وعمرك ومن الصعوبة بمكان أنك تجمع الطرفين حتى يتوحد القرار اتجاه المشكلة الفلانية في هذه الدولة أو تلك صحيح أستاذ سامي نحن مستمرين معاك في حوارنا وفي هذه الحلقة المميزة لكن مشاهدين الروح الفاصل ورادين رجعنا لكم مشاهدين ومستمرين مع ضيفنا الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الأسبق أهلا وسهلا فيك أستاذ أستاذ الفاضل أيضا من ضمن المبادرات لدولة الكويت نتحدث عن المبادرة الأخيرة هي مبادرة عديدة متنوع لكن هذه المبادرة لأهميتها الأمانة وحساسيتها على المستوى الإقليمي واحد اثنين أيضا المتابع سواء للشأن السياسي والغير متابع للشأن السياسي على مستوى المواطن والمواطن الكل مهتم في حل هذه القضية وهي القضية اليمنية عندما تم استدعام إلى دولة الكويت واستضافتهم بدولة الكويت وحراك دولة الكويت في هذا الاتجاه إلى الصلح أنا أريد أن نسلط الضوء على هذه النقطة وماذا حدث بضوءها الكويت لم تستطع أم الكويت توقفت عن استكمال هذا الأمر ما الذي حدث بهذا الموضوع تحديدا وموقف الكويت اتجاه هذه القضية يعني نشوف إذا حقناها في سكيل من واحد لعشرة الكويت قامت بما عليها عشرة من عشرة الآن العتب حقيقة على الأخوة اليمنيين الكويت ما هي سويسرة أو بلد بعيدة عن الشأن اليمني ما عملت شيء لليمن الكويت لها دلالات كبرى على اليمن الكويت منذ الخمسينات وهي تدعم ذكرنا منذ قليل منظمة دعم الجنوب العربي وغيره وحتى اليمن الشمالي آنذاك دائما كانت الكويت الداعمة الأولى لليمن عملت الجامعات المستشفيات عملت كل شيء وحتى آبان الخلاف اليمن اليمني كان المتوسط الأول أو الوسيط الأول هو الكويت أنا أذكر تماما حتى في مجال الطيران كان صاحب السمو كوزير خارجية يذهب لليمن لدعم القضية الفلسطينية وبالتالي عندما دعت الكويت الإخوة اليمنيين أنا افتكرت على القلالة شخصيا وأعتقد كثيرين بأن اليمنيين تقديرا لدور الكويت التاريخي سيحضروا أنفسهم للتوقيع فقط على الاتفاقية اللي بالنهاية تفيد اليمن بالنهاية اليمن اللي قاعد يدمر الدم المسفوك الدم يمني اليوم أرقام الأمم المتحدة تقولون أن 80% من الشعب اليمني بسبب الحرب يحتاج إلى المعونة الإنسانية وبالتالي عندما قدموا للكويت كنا نعتقد أن الجماعة كل فيما يخص كل طرف سيعطي ما يسمى بالكونسيشنز التنازل حتى يصلوا إلى منتصف الطريق تنتهي الحرب تبدأ عملية الإصلاح السياسي وخاصة أن خارطة الطريق واضحة المعالم في قرارات للحوار الوطني ومخرجاته للبادرة الخليجية للأمم المتحدة وغيره وبالتالي اعتقدنا أن هذه المرة سيأتوا وسيتفقوا ويشكروا الكويت بطريقة يعني غير مباشرة أو مباشرة على دورها التاريخي في دعم اليمن حصل ما حصل الكويت ما قصرت بشيء ولا نستطيع أن نرقم طرف على أن يقوم بشيء عكس إرادته لأنه هذا النهج وهذه الطريقة لم تعتادها الكويت وبعدين لا تؤدي إلى شيء ما رح يرجع هناك ولن يلتزم بما أجبر على توقيعه بالتالي أعطيناهم الفرصة حتى المدة يعني أعطينا فرصة طويلة جدا بالمدة حتى يستطيع الواحدة يذهب ويرجع ويصل إلى منتصف الطريق مع أخيه العادة مثل هذه المبادرات لا تأخذ مثل هذه المدة طويلة ولا تأخذ حتى جزء من هذه المدة بالعكس العادة يعطون يومين أو ثلاثة ينتهي الأمر بما ينتهي الكويت مدت ومدت وكان الأمل المرتجم من الأخوة باليمن أن يهنهوا إشكالهم بالكويت بناء على هذه العلاقة التاريخية وهذه المرة الأولى والوحيدة لربما التي ترك المجال لليمن لترد الأعمال الجميلة التي قامت لا منه لكن هذه حقيقة كنا دائما داعمين لليمن وتوقعنا أنه لما جاءت الكويت واستضافت الطرفين قالوا والله لن نخيب أمل الكويت وبالنهاية المصلحة لليمن إلى متى سيستمر الخلاق والحرب وغيره ما بقى حجر فوق حجر الآن باليمن من أين سيؤتى بالأعمال والتعمير وغيره وبالتالي إذا كان هناك خطأ لم يكن خطأ كويتي بالمطلق ولا حتى صفر من عشره الخطأ للأخوة الذين تشددوا أنا لن ألقي باللائم على هذا أو ذاك أي طرف تشدد حتى للكويت وهو يعلم أنه سيخرب البادرة الكويتية أعتقد أتهبنا عليه كبير نعم أستاذي ننتقل إلى موضوع آخر وهو طموح سموه في رؤية مستقبل الكويت وعودتها إلى رونقها وعودتها إلى لقب عروس الخليج دائما ما يبذل سموه الجهد للوطن وراحة المواطن شون تشوف الكويت حاليا في عهد سمو أمير الإنسانية والله صاحب السمو يعني تقدم ببادرات عديدة حتى يمكن للكويت أن تلحق بالركب أنا يعني مو بالضرورة نرجع إلى أمر إحنا نريد ما كنا عليه كنا عليه الآن نتكلم عن المستقبل يعني ونسعد جدا بما حققه الأشقاء وبالتالي إحنا لحنا في موقع منافسة ولا مقارنة إنما الكويت بالفعل كانت هناك بادرات عديدة من البدايات زيارة سموه أنا كنت أحد المرافقين معاه إلى الشغل الأقصى والاستفادة من التجربة السنقافورية والكورية واليابانية وقيرها وكان معنا للمرة الأولى قطاع كبير من القطاع الخاص حتى يمكن الاستفادة لأنه يعني ضمن توجهات سموه دائما دعم القطاع الخاص لا يمكن للحكومة أن تبقى الدولة الراعية من المهدي إلى اللحد هذا الأمر ربما يعني حتى العالم بأكملة تعدى هذه المرحلة مع صفوط الاتحاد السوفيتي والدولة الراعية لكل شيء قضية عفا عنها التاريخ وبالتالي هناك رقبة بالانفتاح والتحول إلى مركز مالي وتجاري وغيرها وأتصور أنه خطوات عديدة قامت بها الكويت في هذا الاتجاه في كثير من الأحيان عندما تكون مقيم في دولة لا تشعر بالتغيير كثير ما يشعر به القادم للدولة في تغييرات بالمناء الأساسية بالطرق بالشوارع شهدنا الملعب جابر الآن المطار سيتقير أمور كثيرة حتى مركز جابر الأحمد الثقافي الآن مركز عبدالله السالم القارب كل هذه الأمور هي تحضير للأرضية للبناء الأساسية للتحول للمركز التجاري والمالي إنما كمان هناك أطراف أخرى عليها أن تساهم لا يمكن لأي قيادة سياسية في أي بلد تعمل بمناء بالضبط أن تتكفل لا وتتكفل بكل الأعمال دائما يقال أن القيادات السياسية القائد اللي بالخلف وهناك من يقود بالتالي الأطراف الأخرى عليها أن تلبي هذه الطموحات وهذه الأحلام لأنه ما يمكن للكويت أن تستمر على مورد واحد صحيح والجغرافية المنطقة تظهر بأن المنطقة هذه صارت في وسط العالم يعني محطة التقاء الشرق والهند والصين وآسيا بأوروبا وأمريكا كذلك يمكن للكويت متميزة أكثر في قضية الموقع شمال الخليج بين إيران والعراق والسعودية اليوم ولله الحمد علاقتنا جيدة بالثلاث دول ما عنده أشكال لا مع إيران ولا مع العراق والسعودية هذه دولة شفية ولا يمكن تصورنا فيه مشكلة وبالتالي استقلال الأمثل لهذا الموقع عليه أن يتم بسرعة إذا أنت تأخرت لأكثر من اللازم راح تنشأ مواقع أخرى لربما تقني العالم عنك مع أنه أنت عندك هالميزة اليوم أقل بالمناطق الأخرى بالخليج تجدها بجنوب الخليج قد تكون قريبة من دولة بالكاد قريبة من دولتين بس مو مثل الموقع الكويت بعدين أنت مو بس قريب من الثلاث دول أنت قريب من المناطق الحضرية بالثلاث دول جنبك البصرة جنبك المنطقة القربية من إيران عبدان وغيره وجنبك المنطقة الشرقية من السعودية فأنت كمان مو قريب من مناطق حيوية حيوية وترى بأن كأنك تريد أن تذب الأمينة مبارك وهميته نعم ما هذه أحد المنشآت اللي قامت في الكويت قامت كذلك منشآت عديدة يعني مدن سكنية بعيدة وهذا الأمر حقيقة كان علينا أن نقوم به منذ زمان يعني اليوم القزو تجربة القزو تعلمنا أنه إذا ما استغليت البعد الجغرافي يمكن للعدو أن يصلك في ساعة و ساعتين بينما اليوم عندك مدن أنشأت مدينة الشيخ صباح جنب الوفرة مدينة الشيخ جعبر مدينة الشيخ سعب وغيرها هذه تعطيك عمق وهذا الأمر الحقيقة موجود حتى بالدول الصديقة بالخليج تشوف تحتاج ساعتين على ما تروح من منطقة لمنطقة نحن كنا نص ساعة للإجهرة و نص ساعة لأم الهيمان أو الأحمد هذا التمدد حدث بالحقبة الماضية كذلك قضية أنه تشجيع الشباب تمكين المرأة كلها هي باكيج كامل باكيج كامل ما يمكن أن تتقدم إلا فيه تحتاج بشكل موازي أن تتطور كذلك بقضايا الشفافية يعني حتى تأتي الشركات العالمية لبلد يريدون أن يروك في مرحلة متقدمة من الشفافية لأسباب واضحة يريدون مثلا قضاء سريع العدالة الناجزة لأنه يقول أنا والله ما أستطيع أدخل البلد والقضايا مثلا تستغرق سنوات طويلة كل هالمؤشرات هذه تحتاج إلى تحسينها حتى تصل إلى تحقيق هذا الحلم الذي لا بديل له أيضا نريد أن نتحدث ونصلط على دعم سموة لحقوق المرأة في هذا الاتجاه وفي هذا المنحة كيف ترى سموة ودعم لهذه القضية تحديدا هذه قضية هامة جدا المرأة بعد نص المجتمع هي أكثر قليل من نص المجتمع لا يمكن المجتمع ينهض بجناح واحد تحتاج مثل الطائر جناحين فجناح المرأة كان حقيقة مقيم القضية ليست جزئية صقيرة إليه الحق السياسي الحق السياسي يتبعه أمور عديدة فبالتالي سموه بعد ما وصل لرئاسة الوزراء بال2003 أمل جاهدا حتى تحقق مطلب إعطاء المرأة حقوقها السياسية اللي يتبعها الحقوق الاجتماعية وغيرها بال2006 كذلك وصلت للمجلس أربع نساء حتى ديكاترة من النساء وبالتالي تحقق هذا الأمر الآن الاستمرارية يتبع أمور عدة منها ما أنجزته النساء إحساسهم بالدور التاريخي نحن التجربة الأولى هناك أعداء يودوا أن يعكسوا إخفاق المجلس بأكمله اللي هو الخمسين أضعوا على الأربع وبالتالي البعض تجاوب مع هذه النظرة وكان دورهم حقيقة مشرف البعض لربما فاتته هذه الجزئية واستقل نقده لنقد التجربة وبالتالي جينا بالمرة اللاحقة ما شفنا إلا عدد محدود إنما بقيت نظرة سموها بالتمثيل الحكومي حتى هذه اللحظة بالوزارة في نساء عمرها ما توقفت قضية وجود النساء بل أتت يعني كثير من التشريعات كثير حتى من المناصب العلية بالدولة الآن نرى وكيلات وكيلات مساعدات كلهم نساء وبالتالي هذا أعتقد جزء من النهضة الكويتية لا يمكن للكويت أن تنهض والنساء مقموعات وهذا الجناح يعني مكسور ونتوقع من الدولة أن تنهض نعم استاذي هذا طبعا يؤكد أن دعم صاحب السمو للمرأة خلها توصل إلى هذه المرحلة الآن نرى المرأة واصلة إلى قيادات مثل ما قلت صارت في مناصب عليا صارت تحقق إنجازات كبيرة تذكر لها ولدولة الكويت ولولا دعم صاحب السمو لما وصلت إلى هذه المرحلة وهذا المقام استمتعنا في الحديث معك استاذ سامي كلمة أخيرة حاب توجهها والله يعني علينا جميعا أن نعي خطورة المرحلة القادمة فيه أشياء يعني مو بيدنا أن يعني أن نعمل أو نحاول أن فقط نحاول أن نخفف منها يعني فيه متقيرات من المنطقة ما تخفى وبالتالي أنا أتصور أنه الرسالة أنه بالمرحلة القادمة نحتاج مزيد من الانفراج نحتاج مزيد من التفاف حول الكويت نحتاج يعني أن نتمسك بوحدتنا الوطنية كذلك الخطاب اتجاه الآخر علينا يعني نسعى دائما لدعم هذا السلم الاجتماعي اللي نتمتع فيه الأمن ترى قضية أقرب للصحة لا تشعر بها إلا عندما تفتقدها نحن لله الحمد والمن لدينا الأمن والأمان علينا أن نحرص عليه وعلينا أن نحل قضايانا بشكل ديمقراطي بشكل الحوار وأنا أتصور أن إن شاء الله الأمور تذهب إلى ما هو أفضل مستقبلا إن شاء الله وزر الإعلام الأسبق الأستاذ سامي النصر شكرا جزيلا لك شكرا كل شكر لضيفنا الكريم مستمرين معكم إن شاء الله بعد الفاصل